وفي تصرح خاص لمركز الأخبار أكد السيد مايك بوميو وزير الخارجية الأمريكية الأسبق على جهود مملكة البحرين التي تبدلها لإرساء قيم التعايش والتسامح في العالم أجمع وشار وزير الخارجية الأمريكية الأسبق إلى أن جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي تمثل بادرة ملهمة في هذا الاتجاه باعتبارها ستسهم في تكريس المبادئ الإنسانية الخاصة بالتعايش السلمي والتسامح والسلام عمل رائع فعلا ما تقوم به مملكة البحرين ومركز الملك حمد للتعايش السلمي لقد استطاعت بقيادة جلالة الملك المعظم من إطلاق العديد من المبادرات التي تعنى بنشر السلام والتعايش وتقبل الآخر واستطاع مركز الملك حمد للتعايش السلمي اليوم أن يجمع جميع الأديان دون تفرقة من أجل تعزيز ثقافة المحبة والتعاون من أجل البشرية كما استطاع جلالة الملك المعظم أن يقدم الكثير من المبادرات من أجل الإنسانية وأنا أعلم شخصيا ماذا قدم جلالته وأغدر عاليا كل الجهود والمبادرات من أجل العيش بسلام ونبذي الكره والقضاء على خطابات الكراهية ترجمة نانسي قنقر